ايوه معاك ان الظروف صعبة وخلتنا نتوب بين الحلول نتعب ونتأمل وصول بس مش معاك لو تيقاسب لحظة وتاخذ ظلم معاك تتجاهل النور اللي خوفي لو يزول لكن معاك لو ناوي نرجع نقصدع البذرة ثماء نمسك زمام الأمر نبحث عن حلول ايوه معاك يدي على يدك تعال نسمع ما هاجلنا بأطراف الحقول ايوه معاك مسلسل درامي إذاعي تأليف زياد القحف فايقة بنت معياد آلاء جمال اخراج نزار حمزة ألوان الأيام الحلقة الثانية لحظة لحظة جاية خير اللهم اجعلوا خير مين افتحي لي يا عمه أنا حامد عمين هصر موجود أهلاً وسهلاً يا حامد كيف حالكم يا عمه الحمد لله بخير كيف حالك انت وكيف أمك كلنا بخير هيا اتفضل ادخل للمجلس يا ساتر لحظة بكلم عمك ناصر ايوه ولا حد شفناك يا ابن خالد قلنا لكم الغنم حق صالح ابن عمك دخلين بين الشعير حقي وأكلين الزرع ولا حدف تهمله منكم ها قاعد نحن بانت صاهر وزبقك بنتي منوليك هدا مش صاح ده الكلام ها سهل سهل يا عم ناصر خليه يتعافى هو مريض وبان خليه يجيلك ويرضيك كيف أخليه ومدري ايش ها الناس يحلوا المشكلة قبل ما يطلعني قرون ونياب و ها بعدين بعد ما تحتل قد قلت لك قال لك مريض كلنا امراض شوف أنا مريض والشعير حقي ما أكلين غنم حد وهو جالس لي يمرض ويخلي غنم ويأكلين شعيري قل لي لا يكون إذا أكلين الشعير با يتعافيه ها ها و ايش حصل له صالح لا يكون كتير تعبان ولا شي حمى وضريب وزكام وقعراس خليها على الله من يوم دخل المدينة باع الغنام وسارقوا عليها الفلوس وشكله ضربته شمس أو شي و ناس يقولوا عدوى يعلم الله خلاص حبيبي إذا تعافى البكرة يجي يعتدر ويراضينا وإنجلس مريض رجعوا الغنمنا بين الشعير يمكن أنه يخف ربنا يحفظك يا عام أنا جيت لكم في موضوع تاني قد تعشينا والله لو أنت أجيت بدري كنت باتتعشها معنا تعشينا بدري علشان نرقد بدري ومدري قد هنا بنسافر الصباح بدري بنشتري كسوة للبنت عاد أبوك ما قد جابش بقية الفلوس أفتهم لك أنا جيت عشان موضوع الفلوس مش علشان موضوع العشاء وهذه بقية المبلغ يا عام أوه من فين ده كله عاد أبوك أمسها قال قال ما فيش والله مش داري أبي رفضني أسافر المدينة عشان أكمل تعليمي ودرس إعلام قال بيزوجنا علشان أنتبه للأرض ورجع باع الأرض علشان أتزوج قد أنا خايف من كثرة اللخبطة أن أنا ما أتزوج علشان نقصتها الأرض اللي باتتزوج علشانها ألا واسيله واسيله ألا واسيله آه آه ليش خايف أنك ما تتزوج اسمعي يا ابني أنا عند كلمتي ها والبنت موافق واما موافق وأنت أصهار تمام التمام وأنا يمكن موافق ولا همك والفلوس داهم معنا والغنم بين الشعير ها ها أيا يا ميمونة قاوة كémentاء. لنشعروا إلى بيوت رأييه جاهز والحاجة تكلهم بالباب بس ما قاش السواق اللي قلت إنك أكت عليه لو شفت لنا واحد من القرية كان أحسن لا 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 ده سواق دائماً يسافر خط طويل فنه لم يا خارجت عند خديقة تسألي إيش بتشتري من المدينة بخرج أصيحلي ها ها لا تصيح لي ولا حاجة أنا بخرج لعندي لا أظن إن أنا فرحان والله إني زعلان من قلبي من كذرة ما أنا زعلان جالس أفرح بالغلط لكن اشتيها هي تفرح وتستتر أو ما لك هي مستورة حتى وهي عندنا آه يا ميمونة والله أنا زعلان لم يا يا لم يا والله أنا عسل بنتي لم يا ما أحسنك لم يا دا هو شكله السوق وصل آه ساعدي ممك يا لم يا هاتوا الحاجات اللي قهزناها علشان نتحرك و السلام عليكم فيانا هناصر أهلا وسهلا مرحبا أنا موجود موجود أهلا وسهلا الله يا حييك بسم الله نتحرك أيوة قاهزين ها بس دقيق بنحمل الحاجات ها من تضركوا في وقت سيارة ها الخانة مفتوحة تحمل أغراضكم ونتوكل على الله يلا يلا دقيق بس هاتي الحاجات يا ميمونة أبا بتشتري لك كل الحاجات اللي قلت لي عليها ما لا يدحينا مش وقت المشارطة السيارة واقف هيا خلينا نتحرك صباح السعادة لأحلى عروسة ودكتورة صباحي ناقي أما السعادة والعروسة قلنا لك تزيد تصبر شوية إلا إذا قصدك سعادة الألوان اللي كلمتني عنها أمس قصدك لما قلت لك إن الألوان سعادة والله أنا فكرت فيها يا بنتي بعد ما قمت تركدي تذكرت إننا لون مختلف وعمك ناصر لون مختلف وقضينا طول عمارنا أصحاب وشعرت إن صداقة المختلفين سعادة أي والله أنا دايما أستغرب من صداقتكم أنت قفت نفسك رغم إنك ما تشوفش وكما لك قلت لك معي عيون وعيوني دكتورة كمان أنا في ذلك يا با المهم أكمل لك مع احترامي له وأن يحبه والله من محبتك له بس مع إنه مبصر أحس إنه ما يشوفش وحد كلامك عن البصيرة اللي نشوف فيه بي وإحنا مغمضين أو النور الداخلي كلهم ما ينطبقوش عليه عيون فتح عيونك يا عيوني ناصر مزارع أنت عارفة إيش يعمل المزارع المزارع يصرح حياتنا حياتك وحياتي تقدر تتخيل الحياة بدون الفلاح؟ المزارع صح لنه بسيط لكن عمله مقدس ولو سمعت عبارة الشاعر مطاهر اللي رياني اللي تدهشنا ما زارع يدخل النار بفضل ربي وجوده الله الله والله أني احتزت من بيت الشعر ده ها يا با هيا تفضل القهوة يا زارع الحب في قلبي والنور في روحي والنباحة في عقلي بطل المزاح حقك قولي لي القهوة بيضة أو سوداء؟ الطعام وبعتعرف قبل مطعم قهوتك دائما دهبية والله أنك انت الدهب والماس يا ناكي يا باب العسل الله عملت لي قشر وأنا كنت أفكر أطلبي منك بالعافية دقائق ويكون الصبوح جاهز يا الله ها جاهز؟ يلا يلا أها توكلنا على الله توكلنا عليه لكن ها امشي دليا يا أخي الله يحفظك ما لك منه أسرع بس ضروري نوصل قبل الغداء ناكي قال المطعم ده مدري أشفيه بو المسرع بطيء والمتأنني مسرع ما لك جالس تهيد جيش بالهدرة حقك ولا افتهم لي جي واو أنت دائماً هكذا ما تفهم شي أكرمك الله أرجعي فهمين أنت بعدين تمام؟ أنا أشاه فهمك اسمعنا أحيانا المسرع يأمل حاجات تخليه يتأخر في الوصول عميتي أكتر أقول لك لا تشرح لي ولا حاجة بأكون أسمع كلامك وأخبيه لما أكبر أفتهم لك؟ أضحك خلاص خلاص ما رأيكم أشغل لكم حاجة نسمعها الطريق طويل لمو أبي باعني يما لك يا العذاب لمو أبي باعني يما لك يا العذاب اه واه وايش ده الخبر؟ ما نقول لي باعك؟ ايه الليل؟ والله نمعك حامد زينة شباب القرية كله هاها الله يحفظك طفي المسجلة طفي وقت أدان واو 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 وقت أدان؟ من فيه سمعته وآدحنا الصباح ما سمعتوش لكن أفرض أنه بايع الدين الآن طيب طيب على أين وراسي حاضر وقفوا وقفوا انتظرونا في الحلقة القادمة أيها معاك تأليف زياد القحل فائقة بنت معياد آلاء جمال مراجعة نص يسرى عباس بطولة نبيل حزام نجيبة عبدالله أمل اسماعيل عبدالله يحيبراهيم هديل أبو أصيل عبدالغني مطاوع أحمد المعمري رشاء السلامي محمد أبلان نزار السنفاني معتصم السامعي سليمان البري علياء الحماطي معتصم السامعي لطيفة أبو هاشم رجاء صالح تمثيل شهدي راجح أمل الشيباني آية الزمر أشرف الذاري أنور الشرفي عمر الدلاق مدير خط الإنتاج سحراب ضغة منسق المشروع أمل الشيباني مدير إنتاج أسامة الشهاري منسق إنتاج نبير العريقي متابع إنتاج عبدالله المداي مصحح لهجة علياء الحماطي أغنية التت كلمات حنان الصغير ألحان وإنتاج الصوتي إبراهيم بن طالب توزيع موسيقى ومكساج محمد بريشان غناء عزوز العواضي الإشراف الفني هاشم حمود هاشم الإشراف العام خالد سلام إخراج نزار حمزة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة